شبح وخطر النووي الإيراني لا يغادر ذهنية المسؤولين الإسرائيليين آخر ما رشح وثائق ومعلومات كشفها على الملأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وأكد أنها تقود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأن طهران خدعت المجتمع الدولي وما زالت ماضية في طموحاتها النووية الرئيس الأمريكي الذي طالما وصف الاتفاق النووي مع طهران بالسيء أيد كلام نتنياهو وأشار إلى أن ذلك يثبت وجهة نظره حيال الاتفاق ولكن في المقابل لم تتحمس دول أوروبية كانت ضمن الاتفاق لما أعلنه الرئيس الوزراء الإسرائيلي معتبرة أن الوثائق لم تأتي بجديد ولا تخل ببنود الاتفاق طهران نفسها سخرت من وثائق نتنياهو واتهمته بالتضليل وأن ما كشفه مستهلك ومخجل ولا فائدة منه هي تحذيرات متتالية ومتسارعة من قبل إسرائيل ضد الوجود والنفوذ الإيراني في سوريا وضد الاتفاق النووي مع طهران وكأنها تسعى لتسريع المواجهة المباشرة مع إيران في الأراضي السورية عبر الضربات المتواترة على قواعد إيران في سوريا والتي كان آخرها في ريفي حما وحلب الواضح أيضا بخصوص الاتفاق النووي التواءم بين إسرائيل والولايات المتحدة التي تدعوان لفسخ الاتفاق أو في أسوأ الأحوال إجراء تعديلات عليه مما قد يربك إيران بعدما حيدت ملفها النووي الذي أرقها لسنوات وتفرغت لطموحاتها التوسعية ففي حال إعادة النظر بالاتفاق فذلك سيحد من التمدد والتغلغ الإيراني في المنطقة إذن هي حرب تشنها إسرائيل على الجبهتين السياسية والعسكرية ضد طهران فكيف ستتصرف إيران وهي لا تجد أي طرف يوافق على وجودها في سوريا سواء من الحلف الغربي أم العربي أو حتى من رفقاء الحرب على الأرض ألا وهم الروس الذين يحاولون قدر المستطاع تأخير أي مواجهة مع إيران حتى يتثبت السلطان لهم في سوريا